لك عشور طبعا الحالة المزاجية واللاعبين كلهم بالتأكيد مبسوطين من أجواء معصر الأهل في الأمارات والحديث في الفترة الحالية على التجهيز المرحلة القادمة طبعا عشور بقى سيد الكاميرا كاميرا القناة الأهل وكواليس النادي الأهل تمام بباليها لطاة مميزة في هذه الفقرات وعدسة الزميل أحمد يحيى التقط هذه اللقطات في فندق الإقامة مع كل اللاعبين في المعصر وبالتأكيد خلال الفترة القادمة وخلال الساعات القادمة فيه تخطيئ أكتر وأكتر من زملاءنا في الإمارات لتخطيئ هذا الموضوع شايفين حتى كمان ده بقى الجزء ناخد بكلم فيه الجزء المعنوي التفاف الجماهير حول اللاعبين في التوقيت الحالي يعني حتى في الفترات السابقة لما بيكون معنا زملاء النقاد رياضيين أو حتى محللين بيتكلموا على فايدة هذا المعصر الكل أجمع لأنه إنت لو بتتمرن حتى في القاهرة بيبقى التدريب بدون جمهور بيبقى فيه جمهور موجود معاك لكن في التوقيت ده وإنت هناك تخيل بقى الجماهير دي ممكن تكون جاية لك من كل مكان مش مش شرط تكون مقيمة في دبي ممكن الجماهير تكون جاية من أبوظبي من عجمان من الزفرة من أماكن كثيرة من أماكن من فجيرة عايز أقول لكم من مسافات بعيدة جدا ممكن تكون جاية عشان تحضر بس التامين حوالي ساعة ونص ساعتين وتاخد صور تسكرية حجم الالتفاف مع اللاعبين مع الجهاز الفني مع الجهاز الإداري ده لي رد فعلي إيجابي ومعنوي حتى حماس الجماهير وتشجيحهم لللاعبين أستاء المران ده برضو لرد فعلي إيجابي وليد أظهروا الفترة الحالية لما كان بيتمرن أو بيلع مباراة رسمية ما فيهاش جماهير لما كان موجود في الإمارات رد فعلي الجماهير معه هناك كمان خاصة بعد حديثه بالأمس في قناة النادي الأهلي ده شيء إيجابي جدا وشيء كويس جدا عايز أقول لكم المكاسب مش شرط بس تكون مكاسب فنية ومكاسب رفع معدلات الناحية البدنية كمان إهداء تشيرت النادي الأهلي الأحد الجماهير هناك زي ما قلت لكم الحاجات دي لمسات بتبقى صغيرة لكن تفاصيلها وأهميتها بيبقى ليها انعكاس إيجابي على اللاعبين في المرحلة القادمة ده جزء مهم جدا وإحنا بنتكلم عن معسكر النادي الأهلي في الإمارات وهذا المعسكر اللي بيتم تناول كل الأمور فيه من جميع الجوانب طبعا لا أتخصم حسام عشور مشهد جماهير النادي الأهلي وحتى الجمهور موجود في التمرين مش رايح يشجع ده رايح يشجع ولابس كمان تشيرت النادي الأهلي شوفوا حالة العشق وحالة الحب ما بين جماهير النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي وليد أزاره من اللاعبة كمان اللي اتأثرت بهذا الحضور الجماهيري وكان ليه تصرحات مهمة جدا بالأمس وقال جزئية مهمة جدا في مسألة عدم إحرازه للأهداف وقال وجه رسائل الجمهور وقال أنا بكتعد في الملعب وبأبزل كل ما هو مطلوب مني لكن التسجيل ده بمثابة رزق من عند الله من وجهة نظري أرى أن الأسوأ هو عدم المساهمة